بصفة رسمية. ناخده فيرس الفلح الناطق الرسمي باسم الملعب الاتونسي. فيرس مرحبا. انيس. انيس. انيس الفلح. سامحني انيس. انيس بن فلاح. وفرس الفلح رئيس الجامعة توصير كرة الطائرة. تلمون الواحد. رانا نزربه ونستنيه في القرارات لانو بشكون عنده تأثير. انيس بن فلاح ياتيك الصحة انيس وسامحني المعذرة مرة اخرى. بيه سيانيس. اه قرارات الرابط اللي حد الان ما زلت ما خرجتش. نعرش عندكم معلومة ولا لا بلكش تطلع خرجة القرارات. سيناو لانو الاسبيتش يتبدي لو حد الكيستيون يتبدي له. لان الحقيقة القرارات ما زلت ما صدرتش. انا انا كيف ناكيفكم نستنيهو فيها بشتخرج. واضح. بيه انتو ما كنتو استنكرتو الحقيقة حتى في بلغكم الابارح. اه تصرفة الحكم. اه مجدي بالحاجة عليك انا دار مباراة الابارح. اه كيف كيف. الحقيقة اسمات لك تصريح اه في فود فاند كات مع زملائنا في فود فاند كات. الحقيقة اه الاربيتر كوريكت عاون الملعب التونسي اه 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 ماتا ذكرنا في الاربيتراج متاع المونديال اه 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 معناتها الجمهور الكل موش قاعد يطايش في الشماريخ كان اه مجموعة من الاحبام مايش فهم اشنو تحب تعمل في الملعب التونسي. حقيقة التصريحة كان معاكس تماما ربما لشي اللي تحب تقوله وكأنك تحب تتوسل بعض الرسال دون ان تعاكبه. والله مش الحقيقة مش خوف من العقوبات هو الخوف كلمة الربية كي ما تعرف. اما الحقيقة مكتعرفة انسان قشوه وقته بينجمش معناها يعطي تصريحات اللي ممكن معناها تخليك ويقول كلام اللي اه معناها مايكونش في بلاست ولا حاجة. خيار تستعمل الاسلوب اذاك ويضر لي احسن للنس كلي كيك. بيه اليوم موقفكم انتوما كمالعب تونسي قرارات الرابطة بعض شوية. تم زوس قراءة قانونية خراءة هازم جزائي وعشرينالف دينار اغطية وغيره. تم قراءة اخرى كان شفناها البارح كان عباطة تدوينة انيس بن ميم. استاذ قانون الرياضي ومقرب هو من الملعب التونسي ذاك علش محبينيش ناخذوه كطرف محايد. اللي انه مجمشكم محايد مع جمعيته الملعب التونسي. تم قراءتكم كملعب تونس ويوم بيش تمشي. والله يشوف صحيح وفاما العديد من الكراءة القانونية في من خص الاحديثة اللي صارت البارح في ملعب بعده. اه الحقيقة احنا الفريق القانوني متاعنا اللي متوجد في الرابطة مشيه اليوم للرابطة بشي. يبسط وجهة النظر القانونية متاع الملعب التونسي. من زين موجود في الرابطة. وهو اللي بمنامنا حقيقة ما نجمش نعطيكم وجهة النظر. الا ما يكملوا هما المهمة متاعهم. عنا وجهة نظر متاعنا في اللي صار الكل. وكيما قلت لك مش نبسطوها على الرابطة. وان شاء الله هي تكون معناها في خباة ولا اكثر رابطة. النجم الساحلي يطالب بنقاط الفوز في المبالات. لانه يقول لك انا ما نتحملش مسئولية اخطاء انا خارج على النطاقي. وهذا طبيعي بالنسبة لفريق النجم الساحلي. شوف اغزل بش نحط الموضوع فيه تارو. احنا راو معنا حتى مشكلة مع النجم الرياضي الساحلي. والموضوع ما هوش يهم الملعب التونسي والنجم الرياضي الساحلي. النجم الرياضي الساحلي فريق عريخ نحترموه. ولفراف البارح او طوبش يداخل معاكم. او في الاستماع يسمى فيكو. اي اسألوه كله معناها اي انسان من بعثة النجم الرياضي الساحلي. يتعرضش الى عمف ولا حتى كلم خايد. بالعكس معناها يوقع على استقبال النجم الرياضي الساحلي. بتاريخة معناها داعي برسا. والعلاقات التاريخية ما بين الملعب التونسي والنجم الرياضي الساحلي. مش من عامنية ولولة مسنية. علاقات ضربة في التاريخ. وانا كيما قلت لك احنا الموسكى منتاعنا كنا مع الحكم. ومهوش مع النجم الرياضي الساحلي. دكتور صادق قحبيش مش هيسلك فقط نسلمو على قيس بن احمد. استاذ مرحبا بيك. مرحبا بيك كريم ومرحبا بك كيفة الحضور اللي معاك. وكيفة مستمعات ومستمعي ذاتي وانا فين. يعطيك صحة استاذ فقط تبقى معنا في الاستماع دقيقة دقيقتين. استفسار من دكتور صادق قحبيش ومع فراس او انيس بن فلاح. استاذ. استاذ. استاذ.